خطاب مهم جدا يعني صحيح هو بدأ بالعزاء أو التعزية ويعني تأبين اللي هو المجاهد الأبو طالب لكن جاء في هذا الخطاب على درجة كبيرة بالأهمية أول شيء أهم عبارة في هذا الخطاب كان قال أنه اقتحام الجليل مطروح جدا في حالة أي عدوان إسرائيلي على لبنان هذه كانت واضحة وهذه من أهم النقاط اللي أنا توقفت عندها بعدين أنه إحنا جاهزون لأصعب الأوقات في الأيام القادمة ومخذين احتياطاتنا الكاملة هذا استعداد للحرب بعدين أنه لدينا أعداد هائلة من المسيرات اللي إحنا بنصنعها وهذه جاهزة طيب كمان الأمر الآخر أنه في وصلتنا أسلحة جديدة لم تستخدم ولن تظهر إلا في ميدان المعركة وهذه أسلحة متطورة جدا كمان يعني حكى حد وجه تهديد صريح جدا لقبرص أول مرة كمان أمر آخر أنه إحنا البحر الأبيض المتوسط حنحربوا هذا البحر الأبيض المتوسط يعني حيكون أبدا على قمة أهدافنا يعني كل السفن الموانئ الطيارات المطارات هذا حتكون أهداف لمشروعة للمقاومة في حالة اندلاع هذه الحرب كمان اللي هو الهدهد يعني اللي حكاه السيد حسن نصر الله عن الهدهد لأول مرة أنه عندنا ساعات طويلة جدا من الفيديوهات اللي صورها هذا الهدهد هذا الهدهد وصل إلى حيفا صور مرفأ حيفا صور اللي هو يعني أهداف أرضية صور بنى تحتية صور كمان اللي هو حتى المخازن الأمونية هذه المادة المشتعلة اللي لو ضربها حزب الله بصواريخه هتحرق معظم الوسط الفلسطيني المحتل أو الإسرائيلي هذه كانت معلومات جديدة جدا من الأول مرة فهذا استعداد للحرب وكمان أبرز استعداد يعني أنه مش بس اللي هو منوك الأهداف اللي الهدهد صورها وكانت موجودة أصلا بعضها في لدى المقاومة في السابق لكن تأكدت من خلال الصور النقية جدا لكاميرات الهدهد لبعض المناطق الإسرائيلية يعني لا حيكون الكهرباء والمية وكل شيء هتكون والمطارات طبعا هذه من الأهداف الرئيسية لأي ردود بس اقتحام الجليل هذا وتحريره هذا نقطة هي الأبرز طبعا كمان حاجة شيء ثاني بدأ أحكي عنها اللي هو قبرص يعني السيد حسن نصر الله لأول مرة يؤكد بأنه إحنا قبرص إنه كانت ميدان لمناورات إسرائيلية تحاكي قصف جنوب لبنان يعني إنه اختاروا الإسرائيليين جبال في تركيا في قبرص القبرص اليونانية آسف أنه هاي يعني تشابه اللي هي الجبال في جنوب لبنان وهذا يعني تحريض وهذا تعاون وهذه خيانة للمقاومة قبرص يجب أن تقف على الحياة وقال السيد حسن نصر الله وهذا نقطة كثير مهم إحنا سنضرب المطارات القبرصية وندمرها بالكامل في حالة ما استخدمت إسرائيل إذا يعني تم ضرب المطارات الإسرائيلية وهذه ستضرب المطارات الإسرائيلية إذا في حرب سيف الأخصى قصف مطار بن جوريون أو مطار الليد وقصف ما قال مارون يعني في النقب فممكن كانت إسرائيل بتخطط أنها تستخدم المطارات القبرصية فكان هذا تحذير قوي جدا لقبرص مطاراتكم حتتدمر بالكامل لو أنتم ما يعني اشتركتوا أو تواطأتوا مع الإسرائيلين